الى صحيفة الشرق الاوسط مناورات ايرانية للدفاع عن مواقع حساسة انهت القوات المسلحة الايرانية مناورات للدفاع الجوي عن مواقع حساسة قد تكون هدفا للهجمات المعادية حسب ما اعلن رئيس الاركان محمد باقري وشاركت في التمارين وحدات الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني والحرس الثوري وشمل تدريبات ايضا محاكاة لمواجهة طائرات مسيرة وصواريخ كروز قال باقري ان قوات الدفاع الجوي اجرت تدريبا على اوضاع واقية ايضا وواقعية في مناطق يمكن ان يطمع فيها الاعداء وسيناريوهات لتهديدها بدوره قال وزير الدفاع الايرانية محمد اشتياني ليس لدينا استنتاجات حول تنفيذ هجوم عسكري لكن الجمهورية الاسلامية في حال التأهب ومراقبة ويقضى دائمة وتزامنت التدريبات الايرانية مع تأكيد موعد زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي الذي يفترض ان يصل الى طهران الجمعة على ان يلتق الرئيس الايران ابراهيم رئيسي السبت حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية وتتصدر جندة جروسي في طهران استفسارات حول عثور المفتشين الدوليين على يورانيوم مخصب بنسبة 84% في منشأة نووية في احدث نقاط الخلاف المتراكمة بين الطاقة الذرية وطهران واقلل رئيس المنظمة الايرانية لطاقة الذرية محمد اسلامي من اهمية التقارير الدولية وقال تم مرس تغيير طفيف في احد الاختبارات لكن لم نتمكن حتى من رؤيته بالمجهر وافدت صحيفة والستريت جورنال عن دبلوماسيين يراقبون انشطة ايران النووية بان طهران ربما تكون جربت ايضا مسارات لانتاج مواد صالحة لصنع الاسلحة في نفس الوقت الذي قامت فيه بتغيير تكوين سلسلتين من اجهزة الطرد المركزي اشتركوا في القناة